عندما كان كابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب هم اللي بيديروا النادي تم إسناد لها برنامج اسمه الأهليانتخب هذا البرنامج دي شهادة عظيمة جداً ديت وقت تم فيه استضافة قائمة المهندس محمود كامل المهندس محمود طاهر فرض فرض مهندس محمود طاهر كلهم جم فرض فرض في خناة الأهلي والخطيب وحسن حمدي هم اللي بيديروا النادي وفي المقابل قايمة الأستاذ إبراهيم المعلم كاملة والمستقلين كاملة وكل واحد خد وقته أزيدك بيت صغير عندما انتهت لنت وانت لازم تشكره مع الحديد الوقت كلمت المهندس محمود طير وقلت له حضرتك ما زي متطلق فحست بحلم القلق عند المهندس محمود أن يجو على خانات القلق فقال لأنا طالع مع برنامج كذا وكذا وسيكون عند وقت قلت له ما ينفعشي لأنه كله طلع أقول لك حارك حاجة أنا جي لك أسجل في المكان ورحت في مكتبه وسجلت مع حلقة علشان كله بقى يهد تسجل كلام في السياق اللي ماشي دلوقتي أستاذ أهاب الخطيب بعتز به كصديق جدا لكن أنا رسلتي الأهم عندي الأهلي أهم من أي صداقة واسمح لي مش عايزك تزعل مني الأهلي عندي أهم الأهلي لما باجي أوزيمة بيني وما بين أسرتي ويعلم الله اللي ممكن كافة الأهلي تبقى أزيت عشان أنا اللي أنا قلته من شوقا مش عايزة أقول كلام متكرر إن الأهلي خيروا علينا كلنا لولا النادي الأهلي أنا كنت أبقى موجود هنا لولا النادي الأهلي كان يبقى فيه بطولات لولا النادي الأهلي كان يبقى فيه تاريخ من البطولات لولا النادي الأهلي كنت أبقى الناس لما تستضفنا بترحب بينا وتقول تاريخنا وبطولاتنا فمن هنا الصداقة شيء والنادي الأهلي شيء حضرتك عايز توصل رسالة لقناة النادي الأهلي مش حيادية طيب خليني أتكلم في بعض المعلومات أصل أستاذ خالد توحيد أيضا بيزعل لما بنتكلم لما بقول عليه زمالكاوي وأنا قلت لكم لما يقول لكم حاجة كابتن النادي الأهلي اللي بيعشق النادي الأهلي وبيعشق ترابه ويعرب بلاطة بلاطة النهاردة بقاله عشرين سنة النهاردة بنكمل عشرين سنة داخل النادي الأهلي هكدب ليه؟ هنفكوا ليه؟ لما قلوكوا حاجة صدقونا وانت مغمض في بعض الحاجات اللي هي تخص دمين ودمين أستاذ خالد توحيد أيضا طبعا معروف في الوسط العالمي كله زمالكاوي تزعل من إيه؟ تطلع تشتبنا بقى على الفيسبوك تطلع تتجاوز على الفيسبوك كله حب أخلاق إياته لكن أنا في جمهور مقدرش أكدب عليه بحكم اللي خيره علينا وحضرك اشتغلت في حاجتين داخل قناة النادي الأهلي ورقم واحد كنت رئيس قناة النادي الأهلي إزاي؟ الأهلي للأهلوية الأهلي للأهلوية ولاده أولى بيه وده اللي الناس بتطلب بيته للوقت أستاذ أهب الخطيب كان بيغطي نادي الزمالك سنين طويلة هو معروف اللي بيغطي نادي الزمالك بيبقى ليه انتماءات وفيه وقعة شهيرة مع كابتن أحمد رمزي وبعدها الرجل ميشي من تغطية نادي الزمالك وقال لك أنا كان دوري إيجابي جدا للمنصر محمود طهر ينجح لا يا فندي أنا آسف الجماعية العمومية للنادي الأهلي هي اللي بتنجح أي حد ولا إعلامي ولا صحفي ولا نقاد رياضيين ولا أي مخلوق ولا معدين ولا مرسلين اللي بينجح أي حد العضو الجماعية العمومية الواعي داخل القناة داخل النادي الأهلي فده ده الأهم عندي اللي أنا أقوله لحضراتكم فنطلع بقى خبط خبط خبط